مرحبا بكم معنا تراجع عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم عن فكرة إعادة اللاعب محمود بن حليب للفريق الأخضر وذلك أيام معدودات قبل إغلاق المركات الصيفي الجاري وبالرغم من تنازلات اللي قدمها محمود بن حليب سواء تلك المتعلقة بنسب مستحقاته المالية وأيضا العودة ديال للدفاع عن ألوان الرجاء الرياضي البيضاوي براتب شهري ودون منحة توقيع غير أن كل ذلك لم يشفع له في ضمان مكان بالمجموعة الرجوية الموسم المقبل وعبر محمود بن حليب عن رغبته الكبيرة في العودة للعب لرجاء البيضاوي الرياضي وتحدث يوم أمس التلتاء مطولا مع التونسي فوزي البنزرتي الذي قبل بعودته للفريق بمقترح من البدراوي قبل أن يتراجع مع اللاعب المذكور بسبب الضغوطات التي مارستها عليها الجماهير الرجوية وكان بن حليب قريبا من العودة للرجاء وحضر الحصة التدريبية مساء أمس التلتاء وتدرب لوحده بعيدا عن المجموعة الرجوية بالوزيس غير أن تصريحاته الأخيرة بقبوله اللعب لفريق الوضاد الرياضي والطريقة التي غادر بها الفريق الأخضر أغضبت الجماهير الرجوية التي رفضت البد عودته للنادي الأخضر نهاية الخبر إلى اللقاء اشتركوا في القناة